اشتركوا في القناة والإصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة حتى ساعات مساء يوم الثلاثاء يعني لغاية الساعة خمسة وتمانية وأربعين دقيقة بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الثرية وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر الكتمان إخفاء الأمور طبعا الخمر بما أنه موجود في الحمل معناته التأثيرات ما زالت بتأثر علينا صحيح أنه في خلوه مسار ولكن بكون الخمر لسه ما انتقل للثور فتأثيراته نفس تأثيرات برج الحمل على جميع الأبراج في هاي الفترة نشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما أكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على طرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدواني في فترة وجود القمر في برج الحمل ليستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك يمكننا شراء أمور تجميلية أو تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا اللي مؤثر اللي هي الزوايا البطيئة اللي بتأثر على جميع الأبراج بالفترة هاي وحتى على المناخ وعلى الكون على الوضع العام في زوايا بطيئة إحنا بنذكرها دائما عشان نعرف إيش التأثيرات اللي من وراء الكواليس غير الزوايا اللي بتصير في نفس اليوم مع القمر في زوايا بطيئة هي مؤثرة أول زاوية هي زاوية ممتزجة بلش تأثيرها من يوم أمس ولكن ما ذكرتها اليوم رح أذكرها هي ذروتها يوم 17-11 ولكن وتأثيراتها ليوم 20-11 هي بدأ تأثيرها من يوم أمس هاي زاوية تقابل هي ممتزجة بتميل للنحوسة أكثر من السعادة بين المريخ وبين أورانوس وهاي ذروتها زي ما حكينا يوم 17-11 بيكون عندنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غريبي الأطوار وعنيفين وبسبب شقاقات عاطفية البعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج أو حتى بالأمور الجنسية ممكن يصير في نوع من أنواع تقلب المزاج أو نوع من أنواع الضعف أو عدم القدرة يعني بين الأمور هاي أما بالنسبة لدوليا عالميا شو بيصير بالدل هاي على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كحرائق تفجيرات أو وقوع طائرات أو حوادث سكة حديد وزلازل وعواصف وهذا برضو بهاي الفترة ممكن يصير فيه نوع من أنواع التمرد أو انقلاب عسكري أو ضجة سياسية عسكرية ممكن يتم عزل أحد القادي أو قتل أحد القادي الكبار ممكن تشهد هاي الفترة مظاهرات أو إضرابات في مكان ما برضو بتركز على أمور إلها علاقة بالصناعة أو الصحة وإضرابات في هذا المكان فيه نوع من أنواع قمع الحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية بالنسبة للزاوية التي تليها هي بدأ تأثيرها زي ما حكينا برضو هي بين الزهرة وبين المريخ وهي زاوية هاي منفصلة إيجابية ما رح تصير متصلة ولكن تأثيراتها الإيجابية قوية جدا رح يظل استمرارها إلى يوم 19-12 هاي بسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات وخصوصا العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة اللي مستمرة معنا لأيام هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري وهي رح تكون فيه تمام الساعة سبعة وخمسين دقيقة من مساء يوم الأمس هي تشكلت ولكن إنها مستمرة لغاية 20-11 بتخلينا إنميل لمستوى غير بتجذبنا للمراهنات والقمار والمضاربات المالية وهذا الإشي طبعا ما منشجعه بالفترة هاي لأنه نسبة كبيرة منها بتفشل لأنه أساسا هاي الزاوية بتبددوا الحظوظ في أي مساعة منقوم فيه فعشان هيك منقول اللي بيشتغلوا في هذا المجال بدهم يكونوا حذرين جدا بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون فيه تمام الساعة وحدة واربع وخمسين دقيقة من ظهر اليوم اللي هو الثلاثاء طبعا تأثيرات الزوايا طول اليوم نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وخمسين دقيقة بعد العصر بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية في عنا خلو المسار خلو المسار طبعا سلبي بيبدأ في تمام الساعة ثلاثة وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو حتى صباح يوم الأربعاء لغاية الساعة ثمتين وسبعتاشر دقيقة صباحا هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للزاوية البطيئة اللي رح تتشكل في أثناء خلو المسار هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين الشمس وبين بلوتو وهاي رح تكون الساعة تسعة مساء بتوقيت جرينيتش رح تستمر لغاية يعني تأثيراتها لغاية يوم عشرين احداش بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتطلب مننا الاهتمام فيها أكثر لأنها بتكون أكثر حساسية بالفترة هاي عشان هيك لازم نوفر لها العناية الإضافية اللي هي الرأس الأسنان اللسان العضلات المخططة العضو الذكري عند الرجل المرارة والشرين والدم بالنسبة لليوم هذا ينصح بعمل عمليات جراحية ما فيه أي مشكلة في هذا الموضوع دون الأعضاء اللي احنا ذكرناها قبل قليل يعني أي شيء غير اللي احنا ذكرناها جائز عمليات جراحية لإلو حتى لو كانت عمليات كبيرة عمليات صغرى وتجميلية برضو ممتازة جدا خلع الدراس ممتاز ولكن إنه تكون الخلع بعملية جراحية مثلا ما مننصح فيها خلع الدرس أو الطواحين أو الأمور هاي بالنسبة لأمور التجميل عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة مناسبة جدا إزالة الشعر الزائد زي نوع من أنواع التبطيء في إن باته ما بصير اليوم تصلح هاي الفترة لقص الشعر التجميلي والصبغ وللقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا برضو اليوم مناسب جدا ما فيه أي مشاكل عليه وبرضو منذكر إنه لازم تأخذه اللهو البندول كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد 12 يوم في تمام الساعة وحدة و13 دقيقة بعد الظهر بيصبح 13 يوم نسبة الإضاءة 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22 21 سعيدة بنسبة 60% القمر في الحمل حتى يوم 17 11 سعيد بنسبة 30% عطارد في العقرب حتى يوم 24 11 منتحس بنسبة 50% الزهرة في الجدي حتى يوم 19 12 سعيد بنسبة 60% المريخ في العقرب حتى يوم 13 12 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 29 12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4 6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 18 1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 1 12 منتحس بنسبة 10% إبلوتو في الجدي حتى يوم 29 4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم القمر موجود عندكم استقر بشكل كامل وهو سعيد بحضوضه اليوم بترتفع ثقتكم بأنفسكم أكثر من الأيام الماضية بعمكم النشاط بشكل كثير بتسيطروا على زمام الأمور بتنجحوا بتدفع بمصالحكم ممكن تهتموا بمظهركم أو بنوع من أنواع التغييرات اليوم أي مرحلة بنعتبرها مرحلة الانطلاق بمشاريع جديدة أو بشيء جديد أنت بتفكر أنك تعمله أو خطوة مثلا بتتمتعوا اليوم بنشاط ذهني وجسدي كبيرين أنت اليوم سباق ورائد في حق الإختصاصك يعني في أي مجال أنت بتشتغل أو في شو طبيعة حياتك اليوم رح تكون مبدع بالشيء اللي أنت بتقدم عليه ولكن الأهم أنه فيه منك أشخاص رح يهتموا بمسائل إلها علاقة بالعمل وهاي شوي رح تكون حساسة ممكن نقاشات أو حوارات مع زملائك بالعمل ولكن بالمقابل فيه البعض منك رح يهتم ببعض الأمور الصحية برجة ثور ما زالت الأجواء ضاغطة عليكم ولكن اليوم أقل ضغط شوي القمر ما زال موجود بالحمل وفيه خلو ومسار طبعا هذا الشيء بيضغط عليكم بظل هذا اليوم بيطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني بتكون تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل بتكون تنتبهوا لغذاءكم ولراحتكم بشكل كامل اليوم بتنخفض وطيرة الحياة عندك بشكل كبير بتتأخر مشاريعك وربما أنه بعض الأمور اللي تكون معول عليها اليوم تتأجل أو تلتغي بدك تتجنب اتخاذ أي قرار وتتأكد من حجوزاتك أو من حجزك إذا حجز شيء لسفر لتحركات لموعد ممكن أنه يلتغى فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك تأكد أكثر من مرة على هاي الأمور ودير بالك من أي سوء تفاهم يصير ما بينك وبين أحد الأشخاص أو تفهم أنت أمور بشكل مغالط وثور ثورة عارمة من الغضب وهذا الشيء يسبب مشاكل ما بينك وبين الناس اللي أنت بتتعامل معهم طبعا باي اليوم بكرة القمر بصير عندك تتعوض كل الأمور برج الجوزاء ما زالت الأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي يعني طاقتكم عالية جدا اليوم تنشطوا اجتماعيا بتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو في مناسبة سعيدة ممكن يتوجه لكم دعوات من الأصدقاء أو تسعدوا بلقاء الأصدقاء أو يكون في لمة أو جمعة هيك حاول أنك اليوم تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن اليوم تحصد تأييد من بعض الأشخاص أو في بعض الأمور فعشان هيك لازم تكون عند الثقة بدك تكثف ارتباطاتك بشكل جيد أنت اليوم بمعنى آخر أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك لازم أنهم يتعاونوا معك ولازم تطلب مساعدة بعض الأشخاص لمساعدتك في أمر ما أو استشارتهم بالمقابل في أمور لازم تنتبه لها أنه بكرة القمر رح يصير في برج الثور يعني بيت متاعبك فأنت مقبل على فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة حاول تنجز كل الأعمال المهمة والضرورية اليوم وما تأجل أعمالك ليوم الغد عشان شوي الأمور ما تكون صعبة أهم نقطة إن كنت تنتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات الصحية وبرضو من بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل وعلاقتكم مع زملائكم بالعمل برج السرطان بالضل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل يعني اليوم هذا مناسب للي بدي يقدم على طلب أو على معاملة أو على عمل معين اللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم خصوصا للمسؤولين عنهم لزملائهم رؤسائهم بالعمل ممكن تحافظوا على إنجازاتكم بالأعمال اللي أنتوا قائمين عليها إذا انتبهت بشكل جيد أهم إشي ما في داعي للعصبية ولا للإنفعال دك تهدأ لا آخر حد لأن الفترة هاي يعتبر القمر الآن موجود في بيت السمعة فترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر بدك تعالج الأمور بهدوء وحاول إنك تقدم أفضل ما لديك بالفترة هاي ما في داعي للمجازفات ولا المغامرات ولا المراهنات ولا للعصبية ولا للغضب يعني بدك تحافظ على سمعتك ما تسمح لأي شخص يشكك في سمعتك ولا ينتهز الفرصة لمهاجمتك أو محاربتك مين ما كان يكون عشان هيك بدك تضبط عصابك على الآخر برج الأسد طبعا بالنسبة للأسد القمر موجود في البيت التاسع لإلكم فعشان هيك بظل نشاط عالي جدا في أمور إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو أشخاص أجانب عنك أو أمور إلها علاقة بالدراسات الجامعية أو الامتحانات أو البحث عن مواضيع فلسفية أو دينية شوي الأمور اليوم عندك ممتازة جدا حتى على مستوى النقاش الحوار قدرة الإقناع اللباقة قدرتك على تحليل الأمور فاليوم هذا مناسب لأمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البريد المراسلات برضو مناسب لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة ممكن اليوم تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتنجح وبترويج لا عملكم وكسب التأييد والدعم أهم إشي أنك ما تهمل واجباتك ولو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تأخير اتقدم بجراءة وثقة برضو اليوم جيد على المستوى العاطفي وتوطيد العلاقات صحيح أنه في بعض الأمور اللي لازم ننبه إلها اللي هي الأمور اللي إلها علاقة بالبيت إلها علاقة بالعائلة ممكن تظهر بعض الاهتمامات المنزلية أو العائلية أو شيء له بإعلاقة بأحد أفراد العائلة فعشان هيك حاول أنك تركز بشكل جيد وما تقصر بأي شيء له علاقة بالعائلة برج العذراء بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم طبعا القمر بما أنه في البيت الثامن معناته الأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي بكون فيه شريك إلك موجود فيها له ممكن الزوج ممكن الزوجة ممكن بنك ضريبة تأمين هاي الأموال هي اللي بتشغل فكركم والقروض والديون الفرصة متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويض وحقول اليوم تقدر تبادر لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع طاقتك أعلى من الأيام الماضية ولكن أنت اليوم بحاجة لطاقة جسدية يعني بدك تنشط وتتحرك أعصابك لازم تكون متينة لازم تترك الوسواس والوهن ما تترك ذيول المتاعب إنها تسيطر عليك بشكل كامل أهم شيء أن تنتبه على أموالك ما في داعي لا بالفترة هاي لا كفالة شخص أو إنك داين شخص ممتاز للمطالبة بحقوق لإلك أو استرداد أموال لإلك فهي فترة إيجابية بكرة الأجواء برضو بتكون أحسن وأحسن عند انتقال القمر لبرج الثور برج الميزان طبعا القمر موجود مقابلكم تماما وبما أنه موجود مقابلكم تماما فهذا الشيء بيضغط عليكم بشكل كبير فعشان هيك اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وتعزيز العلاقة ما بينكم بين الشركاء أو الأزواج الشركاء العاطفي شركاء المال يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه اليوم ما بجوز إثارة المتاعب لأنه أنت لما بكون القمر مقابلك تماما يعني طاقتك ضعيفة إثارة المتاعب بدها مواجهة وإنتي ما عندك قدرة لهذه الأمور بدك تتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة حاول أنك ما تتصرف بعدائية وما تفرض سلطتك على الشريك حاذر من الحوادث والأعداء لأنه بالفترة هاي الأعداء هم كثر بدك تنتبه على صحتك تنتبه على غذائك حاول أنك يعني تتحرك للضروريات ولكن برضو بدك تختلط بالمجتمع أكثر على أساس أنه تحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية أكثر برج العقرب القمر صار الآن في مراحل المقابلة هو الآن في البيت السادس في آخر درجاته اليوم بدك تنجزوا اللي تراكم عندكم من أعمال حتى لو اضطريتوا أنك تعملوا ساعات إضافية ما تراكم العمل عندك نهائيا ممكن اليوم تجدوا تعاون من بعض الزملاء لإلكم وممكن أنت تبادر لطلب المساعدة أو أحد الزملاء يبادر لهذا الأمر بدك تنظم جدول غذائك تأخذ قصة من الراحة من حين لآخر تنتبه على صحتك صحيح أنه ما في أمور ضاغطة على الأمور الصحية ولكن طاقتك متذبذبة بالفترة هاي من المستحسن أنك تبكر لعملك تنصق بشكل جيد بين مختلف الواجبات ما تحاول تحمل أكثر من عمل في نفس الوقت لأنه ما رح تقدر تنفذهم احمل عمل واحد نفذه وبعدين انتقل للعمل الآخر اليوم رح تكثر عندك نشاطات وممكن أنك تشعر ببعض التعب من كثرة الالتزامات والواجبات المطلوبة منك برج القوس القمر موجود في البيت الخامس اليوم وبرضو سعيد فعشان هيك اليوم بتزداد راغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم عشان هيك اليوم اهتمامك اهتمام كامل بالمسائل العاطفية بالأحبة بالأبناء بالوالدين بالترفيه بأمور إلها علاقة بهواية ما بالتجميل الظروف عندك جيدة جدا على كل المستويات اللي ذكرناها ولكن احتمالية أنه يكون في بعض الأشخاص من موليد برج القوس أنه يكون عندهم بعض القلق اتجاه أحد الأحبة أو من أحد الأحبة فعشان هيك اليوم بتكون تنتبهوا من المواجهات والحدية عندك نشاط عالي جدا بتميلوا للهو والترفيه عن النفس انت بالفعل بعد الضغط اللي صار عليك بالفترة الماضية ووصول القمر لهذا المكان بتستحق أنه اليوم تأخذي إجازة أو ترفيه عن النفس أكثر ولكن ما تبالغ لأنه معظم الكواكب الضغطة في بيت متاعبك عشان هيك نعني انبسط بدون انفعال وبدون تهور واتخاذ قرارات كبيرة عشان هيك يبنقولك اتخذ خطوات مفيدة برج الجدي ابترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مسكنكم اليوم الاهتمام كله له علاقة بالبيت له علاقة بالعائلة اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التفاهم مع أفراد العائلة على مسألة ما أو تجتمعوا وتقرروا شيء معين يصير فيه حوار أو فرحة أو مناسبة فترة هاي بنعتبرها فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية أو الاجتماعية بالرغم من بعض الهواجس أو الأفكار أو الوسواس أو القلق اللي انت بتعيش فيها بالفترة هاي فيه نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة ولكن ممكن يسود توتر بسبب حدث طارق أو عطل منزلي أو شيء له علاقة بأفراد العائلة أهم شيء ضبط الأعصاب قدر الإمكان أو اللي تكون عقلاني وفي نفس اللحظة حاول أنك ما تفرض سلطتك أو رأيك أو قرارك على الأشخاص اللي موجودين حواليك حتى ولو كانوا أصدقاء ما تحاول تلفت الانتباه بطريقة مبتذلة لأنه رح يكشفوك وفي نفس اللحظة هذا الشيء رح يسيل فعشان هيك يحاول تكون طبيعي جدا وتتعامل بطبيعتك بدون التنمق والاجتماعي اللي هي الاجتماعيات الزائفة برج الدلو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والامتحانات والتنقلات والترويج والإقناع كل الأمور هاي اليوم طاقتك عالية جدا جدا وعندك قدرة اليوم أنك تنفذ كل الأعمال مع بعض منكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية أو للترويج لمشاريع أو لسلعة وهذا الشيء رح يكون بنجاح باستطاعتك اليوم قلب كل المعادلات لصالحك أهم شيء أنه ما تبقى وحيد حاول أنك تبحث عن الأصدقاء عن الأحبة لتعزيز الروابط بتمتلك اليوم سرعة خاطر ومهارة ملموسة بالإقناع والحوار يعني لدرجة أنه اليوم ما رح تهدأ وتيرتك من الاتصالات أو من الاهتمام حتى بالإلكترونيات أو الاهتمام بالتليفونات أو الاهتمام بالمراسلات يعني اليوم عندك نشاط عالي حاول أنك تعزز هاي الأمور وتبرمجها أنها تكون مكاسب لإلك يعني استغل الإيجابية أنه يكون مكسب لإلك قدر الإمكان يعني ما تمر الفترة هاي بدون ما تكسب منها وممكن يكون في بعض التعاون أو بعض الحوار ما بينك وبين أحد الجيران أو أحد الإخوة اليوم برج الحوت طبعا القمر موجود في البيت الثاني اللي هو يعتبر بيت المال بالنسبة لإلك فعشان هيك الاهتمام كله عندك اليوم بتهتم بالأمور المالية بالمكاسب المالية اليوم فيه فرص متاحة لمكسب مالي أو تسوي مالية أو حل مشكلة مالية ممكن اليوم أشخاص منكم من عمل إضافي يحصلوا مكاسب أو تجيهم فرص من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم قديمة وكانوا مش قادرين يحصلوها أو يطالبوا فيها أو يتنشطوا للتحصيلها فيه منكم رح يحصل على هدية أو مكسب يعني تجي هدية من أنواع التكريم أو الدعم ممكن تسمع خبر صار ويلعب قريب إلك دور مهم جدا في بعضكوا رح يهتم بقضية شراكة أو عمل ممكن تعالجوا اليوم الأمور بشكل دقيق وتهتموا للأولويات المالية ورح تجد الحلول والتسويات إذا ركزت بشكل جيد يعني الأجواء جيدة اليوم ممكن تحصل منها مكاسب بشكل ممتاز ولكن ما تتهور ماليا يعني ابعد عن المصاريف ابعد عن أنك تداين أشخاص أو ابعد عن الأمور اللي إلها علاقة بالمشتريات الغير ضرورية يعني رتب وضعك المالي قبل ما تنتقل لبيت النشاط اللي هو ابتداء من بكرة بتبلش الأجواء فيها نشاط وحركة فلازم تكون مستعدة لها طبعا هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم بحب أشكر الأشخاص اللي يدعموني في الأيام الماضية دعموني نفسيا اتصلوا فيي وتواصلوا معي اطمأنوا على صحتي خصوصا بعد البث المباشر واللي صار في آخر البث المباشر شعروا انه أنا تعبت فتواصلوا معي واطمأنوا علي في أشخاص يعني كانوا قريبين جدا لإلي شكرا لإلهم بشكل خاص اثنين كل الأشخاص اللي شاركوا بالبث المباشر وكلامهم الجميل جدا وتقريبا إحنا ركزنا الآن على نوعية البث المباشر ولازم يكون على إيش هو رح يكون بعرفش إذا أنا غلطان صلحوا للمعلوم أنا رح أركز إنه البث المباشر هو حلقة انتو بتديروها مش أنا اللي بديرها وفي نفس اللحظة رح يكون البث المباشر إن شاء الله أسبوعي إذا بقدر طبعا أنا ببلغكو قبل بيوم أو في نفس اليوم إنه دعم البث مباشر الإدارة الحلقة رح تكون إيجابي على أسئلتكم يعني بمعنى آخر هي خط التواصل ما بينه وبينكم تسألوا عن أي شيء بدكو تسألوا عن الأبراج عن التوقعات عن العلم عن أي شيء نفتح هذا الحوار أنتو بتديروا الموضوع أو إذا أنتو حابين يبلب يومين إنه يصير الحوار بيننا زي استفتاء حابين الموضوع يكون عن إيش ونركز عليه ولكن هيك في ناس رح تسأل أسئلة ما رح نقدر نجاوبهم في الحلقة فنتركها زي الحلقة الماضية إنه هي سؤال وجواب اللي بسأل من جاوب وطبعا أكيد في ناس رح تزعل لأنه ما رح أقدر أجاوب الكل وفي أشخاص رح تكون رضياني وممكن حتى مش بدي أسميها طمع يعني جاوبته مرة بصير بده مرة ثانية وبده مرة ثالثة لأنه بقول لك سعيد متوفر فخلنا نكسب منه وهذا حق للكل أن الحق للكل أني أنا أجاوب الجميع وعارف اللي بعتبوا واللي بزعلوا أكثر من اللي بكونوا راضين وهذا يعني بث مباشر ما بقدر أنا ما بقدر بظل أجاوب لحد ما أشوف في التعليق اللي طلعه ودعمي بعدين بجاوب عليه فعشان هيك بتفضلوا إنه نضلنا بنفس النصق إنه الحلقة على البركة هيك ونطلع زي الحلقة الماضية ونجاوب على الأسئلة على حسب شو بتكرر في هذه الحلقات ولا بتفضلوا إنه إحنا نعمل استفتاء قبل الحلقة بيومين ونحدد موضوع الحلقة يكون عن إيش حاولوا إنه يعني تكتبوا لي بالتعليقات إيش اللي إنتوا حابينه بالضبط أنا بالنسبة إلي جاهز يعني شفتوا إنه أنا ارتجالي إن كان هاي أنا جاهز وإن كان هيك أنا جاهز فشو اللي بدكم إياه رتبوا وإعملوا بالتعليقات ومنشوف على حسب أكثرية التعليقات إن شاء الله تعالى من تمم الأمور بحب أشكر الأشخاص اللي دعموني وأجا دعمهم بوقت مناسب يعني لأول مرة بحكي هذا العبارة ولكن إنه اللي دعموا في حلقة البث المباشر يعني هي كانت ربا كيف دعا أحكيها ما بديش قعدة فلسف باللغة ولكن أجا هذا الدعم أغطى قسم من نوعية علاج أنا بأخذه شكرا لإلهم ربنا اللي يسر الأمر ويسرهم إلي زي ما يسرني لكم فشكرا لكل الأشخاص اللي دعموا في الأيام الماضية والأشخاص اللي منتسبين في القناة والأشخاص اللي بحاولوا قدر الإمكان حتى لو ما بقدروا إنهم يساعدوا ماليا إنهم بساعدوا بجهدهم لنشر المحتوى أو تشيير المحتوى أو توصيل إنه في شخص يعني ما بيقصرش مع أعضاء القناة فياريت تقبلوا شكري متواضع شكر بسيط بحقكم لازم يكون أكثر من هيك ياريت في أنا أشكركم أكثر من هيك هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء